نبدأ نبدأ كله مزبوط كله بين روكي بين الزومبي المج كل الحاجة المج ده زيادة ما هيبقاش هنا لا والمفروض والشيبانة اكتر من كده الله عليك جبت البتاع دي هبقى اكلمها في الاخر في الاخر هبقى اتكلم عنها ايوة اللي انت قريته في الانوان صح الطريقة اللي هتكلم عنها النهاردة هي افضل طريقة لتعلم اي مجال وخصوصا نهارة الكتابة مش هقول واحدة من افضل لا افضل فلو فعلا عايز تتعلم الكتابة وتبقى كاتب كويس او لو عايز تتعلم اي مجال تاني وعايز طريقة تثبت بها المعلومة اتفرج للاخر من فترة نشرت التويت دي واللي بقول فيها عايز تعلم بسرعة علم غيرك قلد جرب وكرر استمر والنهاردة هتديك دليل او جايد عشان تطبق على ناصر دي وتقدر تحقق حاجة بسرعة وانت بتتعلم مجال جديد يعني تقدر تشوف نتايج سريعة وانت بتتعلم مجال جديد خصوصا لو بتعلم اي مجال من مجالات الكتابة بس طبعا الكلام ده ينطبق على اي مجال تاني لان تعلمت بيه كزا مجال تاني صباحكم اولو مساكوا احلى انا ويلشو دي حلقة جديدة من رايت ترايت رايت ترايت استنى انا غيرتها لباش كاتب صح باش كاتب هي كمان تبقى في احسن من المبارح يعني بص اي حلقة جانب دا العناصر دي انا تعلمت على اساسها وبسببها غيرت حاجات كتير قوي في حياة المهنية للأفضل بل والشخصية كمان لاني بدأت كبير زي ما انتم عارفين كان عندي يعني اكتر من 30 سنة كان عندي 30 سنة فكان لازم الاقي طريقة تسهل وتسرع عملية التعلم والمبادئ او العناصر دي كانت الاساس اللي بنت عليها الكلام ده وممكن تلاحظوا ده في سيلة درايت ويت سيل خاصة بتعلم الانجليزي واللي بنصحكم تتفرجوا عليها لو لسه بتعلم انجليزي وطبعا في السيلة النهاردة الخاصة بمجال الكتابة والاسي او والماركتين فخليها نبدأ ويا ريت تكمل الاخر هكرر تاني يا ريت تكمل الاخر لان عدم قدرتك على تحمل المقدمة القصيرة او الطويلة او انك تقعد تتفرج على فيديو ربع ساعة او نص ساعة او حتى ساعة مؤشر وحش اوي ومعناه انك مش هتعرف تتعلم ولا تحقق حاجة فلازم تدرب نفسك على الكلام ده ده لو انت فعلا عايز تقامل تغيير في حياتك بقول كده دلوقتي لان الفيديو طويل وتفصيلي وهتبرو كورس اصير في التعلم الذاتي يعني لو بتتعلم حاجة الفيديو ده هزبطك المهم نبدأ باول عنصر او مبدأ علم غيرك العنصر ده يبالك كأنه يعني ايه بيدعو للمثالية وهدفه نبيل بس هو مش مثالي او وعلى قد ما هو نبيل فهدفه الاساسي انت لان تعليمك لغيرك مش بس هيفيد غيرك لكن هيكون السبب في فهمك انت وثبات المعلومة وترسخها في دماغك ده غير كمان هيطور قدرتك على التبسيط بل وابتكر اساليب جديدة لحل المشاكل تخيل؟ الدراسة بتقول وإحنا هنا بنتكلم بقى بدراسات وتجارب عملية وقعية زي ما انتوا عارفين انك لو قلت الطالب انه هيشرح لأقرانه الطلب ده هيغير المايند سيت بتاع الطالب ويخليه يتفاعل مع المادة او الموضوع بشكل افضل بكتير من زميله اللي بيذاكره للمتحان بس وده بانك تقوله هتشرح يعني في التجربة او الدراسة دي جابوا مجموعتين مجموعة قالوا لهم انتوا هتشرحوا للطلبة للزميلكم ومجموعة تانية قالوا لهم انتوا هتمتحنوا التغير اللي حصل في المجموعة اللي اتقال لها ان هم هيشرحوا لزميلهم افضل بكتير من التغير اللي حصل للمجموعة اللي بتذاكر الامتحان بس وتغير ايجابي طبعا عشان كده قلت افضل دكتور جون نستويكو او نستوجيكو مش يعني مش عارف بيقولوها ازاي بس المهم يعني اللي هو عمل الدراسة قال ان التغيير كان مذهل تغيير بسيط بس عمل تغيير مذهل يعني التغيير البسيط اللي هو من الامتحان للشرح بسيط بس النتيجة مذهلة يعني بس غيره هدف الطالب لان هو هيمتحن لان هو هيشرح وتبعا هتلاقي الدراسة في وصف الفيديو بس ساعنا اتكلم اكتر عن تأثير الشرح بقى نفسه عليك يعني لما هتشرح بقى هيحصل ايه وازاي تعليم غيرك هيساعدك واحد هتقدر تستدعي المعلومات بشكل افضل او تفتكرها يعني اكيد دايما بتقول لنفسك انا بنسى اللي بذكر وده طبيعي لانك وبتستخدموش كتير فبالتالي مفيش استدعاء وتذكر دايما للمعلومة المعلومة موجودة في مخك بس ما بتستخدمهاش فبتدفن كل يوم اكتر لغاية ما تتناساها مش تنساها تتناساها ومع الوقت يبقى صعب استدعاءها لكن لما تشرح الحد باستمرار ده هيساعدك على تذكرها واستدعاءها وقت ما تحتاجها فاعتمادك على الحفظ والمذاكرة لوحدك هيديك اقل من 50% لكن شرحك للموضوع لغيرك ممكن يوصلك لتسعين وخمسة وتسعين اتنين نطق المعلومة هيخليها تثبت اكتر شرحك بصوت عالي مش اللي هو زعيء يعني لكن انك تقولك كلام اللي ذكرته لحد تاني وتشرحه ده هيساعد جدا في استعاب وثبات المعلومة جدا تلاتة تنظيم الافكار بشكل افضل شرحك لحد تاني هيجبرك تنظم افكارك لانك عايز توصل المعلومة فالنهار ده مسلا شرحته يعني اللي هو ايه بتجيب بقى معلومة من الشرق ومعلومة من الغرب كله في نفس الموضوع بس ايه يعني كده اللي هو بتتكلم في الموضوع من غير تنظيم ولا ترتيب مع الوقت هتلاقي نفسك محتاج تقسم الموضوع وتعمل تسلسل منطقي وعنوين فرعية جوه دماغك وبالتالي هتفتكر وتستدعي المعلومة بشكل افضل لانها تنظمت جوه دماغك بكلام زي الفول اربعة تعزيز ثقتك بنفسك اولا الاحساس بانك بتشارك في تطويق شخص تاني وثانيا هتعلمك ازاي تقدم المعلومة لحد تاني وثالثا هتشجعك تتكلم قدام جمهور حتى لو الجمهور ده كان شخص واحد بس هتقدم تتكلم وبرضو هتلاقيوا لينك في الديسكريبشن للكلام اللي انا قلت ده خلينا نختصر الجزء ده بسرعة شرح اللي انت تعلمته توصيله لغيرك واحدة من افضل طرق التعلم الذاتي لانها هتساعدك تفهم وتستوعب وتفتكر المعلومات وتنظمها بشكل افضل جوه دماغك ده غير طبعا تعزيز ثقتك بنفسك ودي انت محتاجها جدا تاني بابدأ التعلم بالتقليد هبدأ الجزء ده بمقولة لاتينية سمعتها من فترة بتقول ومن يكتب يقرأ مرتين وده كلام عظيم وطريقة فعالة جدا وبيعتمد عليها ناس كتير وخصوصا الكتاب في بداية حياته وحتى في مراحلهم المتقدم لما بيبقوا عايزين يتعلموا اسلوب معين في الكتابة وجاب لك كمان مصدر حلو قوي وهيعلمك كتير جدا بس انت كم الطريقة دي اسمها copywork وبتعتمد بشكل كامل على النقل والتقليد ازاي؟ تعالوا اتعرف على الطريقة الاول copywork هي طريقة بتعتمد بشكل اساسي على اعادة كتابة اللي بتذكره او اللي انت عايز تتعلمه وده مع الوقت هيعلمك حاجات كتير اول زي طريقة الكتابة والقواعد وتكوين الجمل وحتى الخط بتاعك هيتحسن ده غير دورها في ثبات المعلومة وتحسين مهارات الكتابة عندك اكتر واحدة كلمت على الطريقة دي هي شعلت ميسون وهتلاقوا معلومات عنها في وصف الفيديو السيدي دي ألفت كذا حاجة عن الموضوع ده ده غير كتب تانية للتدريب وانا عن نفسي تعلمت كذا حاجة بالطريقة دي منها الكتابة لان زي ما قلت كتير قبل كده انا مش موهوف في اي حاجة بعملها النهاردة يعني التصوير التصميم الكتابة طبقت فيها الطريقة دي ونكحت معايا جدا 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 وتعلمت مهارات اكتر من الموجودة في الكورسات بسبب الطريقة دي وطبعا ده مش معناها ان الكورسات ملهاش لازمة لكن استخدم الاتنين عشان تبقى افضل وتحقق استفادة اعلى ده الكلام الصح يعني انا مثلا بالنقل بس قدرت افهم وتعلم حاجات ما كنتش اتخيل ان انا هتعلمها في كورس مثلا زي ازاي تبدأ الجملة او الفقرة بشكل صحيح الموضوع ده مهم جدا في الكتابة او مثلا ان استخدام الكلمات البسيطة افضل بكتير من الكلمات المقعرة المعقدة اللي محدش بيعراها ولا بيسمع عنها او ان الاختصار هو السبب الرئيسي في نجاح الاعلان وان التخلص من الجملة الكبيرة او تعودها بكلمة او اتنين هو سر بقاء القارئ على موقعك وهو اللي خليك تبيع لو انت بتبيع حاجة ازاي يستخدم علامات الترقيم وامتى ازاي تخلي كتاباتك بنهايات مفتوحة بشكل ما كده يعني حاجات كتير جدا اتعلمتها بالتقليد وخلاص ولغاية النهاردة بقت عادة يوميا عندي ان اكتب صفحة من كتاب كل يوم لازم دلوقتي انا بكتب ما بكتبش صفحة خليك نهاردة دلوقتي او اكتبش صفحة تقليد زمان صفحة وقتها كانت عادة عندي ان اكتب صفحة من كتاب كل يوم دلوقتي طبعا قللت القدر ده وبقت فقرة واحدة بس يعني ايه مش جملة فقرة كده لكن لسه محافظ عليها الموضوع ده بيبني اتصال قوي جدا بين ايدك وعينك ومخ ايدك وعينك ومخ تلاتة دول ومع الوقت الاتصال ده بيبقى موجود بشكل دايم وكل مرة بتكرر بيبقى اقل لغاية ما انت تبقى احسن في المجالة اللي بتتعلم مع التكرار وليت بقى ما تسمعش اللي بقولك ده نحت وده نقل اسلوب وده تقليد والكلام ده كله خليم هم ايه عايشين في الكلام ده الطرق بتاعتهم بس وعد مني انت هتسبق وتبني اسلوب خاص بيك قبل ما هم يخلصوا المراحل الاولى زمان وقبل الطباعة كانوا بيكتبوا الكتب بايدهم يعني بيكتبوها بيعلفوها ويكتبوها بايدهم ولما بيعوزوا يعملوا نسخة منها بيكتبوها لذلك فهمهم للمعلومة كان افضل وتذكرهم لها اسرع واسلوبهم في الكتابة افضل افضل اسرع افضل ومش لازل تكتب بايدك يعني زي زمان اكتب على الكمبيوتر والموضوع بسيط قوي شوف كتاب بتحبه اللي كتب بتحبه اسلوبه واكتب صفحة كل يوم بايدك او على الكمبيوتر بس تخلي بالك من اللي بتكتبه ازاي متنظم ازاي متقسم ازاي مكتوب وعشان اساعدك جايب لك موقع جامد جدا موجود في وصف الفيديو الموقع عليه كتب كتير جدا تقدر تنقلها وتكتبها على الموقع نفسه والميزة القوية قوي بقى انك كمان هتتعلم الكتابة على الكيبورد فانت هتتعلم الكتابة على الكيبورد بسرعة وبدون اخطاء ده مع الوقت وفي نفس الوقت هتتعلم اسلوب الكتابة عامل معاك واجب جامل جدا الموقع اسمه وحقيقي بنصح به لأي حد يعني من ناحية القراية ومن ناحية تعلم الكتابة ومن ناحية تعلم الكتابة على الكيبورد حاجة عظم وزي ما قلت الموضوع مش مقتصر على الكتابة بس لكن لو بتعلم تصوير شوف مصور بتحب شغله وقلده حاول تعمل نتائج زيه قلد الإضاءة قلد الإعدادات قلد التعديل كرر ألف مرة هتبقى أفضل وهتعمل أسلوب لنفسك مع الوقت اسمع كلامك ما تتكسفش من التقليد وما تخافش منه وما تسمعش المحنكين اللي محققوش حاجة في حياتهم عشان أتنظير على خلق الله اسمع الكلام بالنسبة بقى للنقطة الثالثة والربعة واللي ذكرت فيها التجريب والتكرار والاستمرارية لو مشيت على أول مبدئين من غير ما تكرر وتستمر في التكرار نفسه يعني أنت تكرر وتستمر في التكرار وتلجي على اليوم اللي بعده تكمل تاني وتكرر تاني مش هتعمل حاجة والجهد اللي عملته في أول نقطتين هيضيع ويبقى كإنك ما عملتوش لذلك لازم تكرر العملية دي كل يوم وحتى يوم الأجازة بس يعني فترة أسارة قوي في يوم الأجازة عشان عادة تترسخ جواك وتلتزم بيها وتبقى جزء من حياتك جزء من يومك زي الأكل في الشرب كده ولو تكلمنا عن التجربة فهي المرحلة الأخيرة في اللعبة بتاعتك المرحلة اللي انت خلاص محتاج تطور فيها أسلوبك الخاص فبتجرب حاجة جديدة وتشوف النتائج وتتعلم منها بغض النظر بقى التجربة نجحت أو فشلت لأنها لو نجحت يبقى هتكررها وتطور فيها عشان تحقق نجاح أكبر ولو فشلت فخير برضو تشوف الأخطاء وتصححها وترجع تكرر وتجرب من قول جديد لأن المحاولة والتجربة هي اللي ركبتنا عربيات وطيارات وطلعتنا برى الكرة الأرضية وروحنا بيها الأمر وسفرنا الآخر مكان في المجموعة الشمسية كله بالمحاولة المحاولة غطستنا في أعماق الكوكب وعالجنا بيها أشرس الأمراض واجهنا بيها أصعب الأزمات والكوارس الطبيعية المحاولة والتجربة لهم فضل كبير قوي على الجنس البشري وممكن يغيروا حياتك لو بطلت خوف أشوفك الحلقة الجاية حلقة دي يعني أتمنى توصل ليكم بالقدر يعني بالقلب كده بالقلب لو قعد للآخر قول لي أنت عادت للآخر بس يعني أنا نفس الحلقة دي في قلم توصل بالحب اللي أنا عايز أوصلها للناس لأن أنا مرده التجربة دي ونفعتني جدا أتمنى أي حد أي حد تفرج على الحلقة كاملة وكتب ورايا ويركز في الكلام ده وهيبدأ يطبقوا أنه فعلا يحقق النتيجة اللي أنا منتظرها أو اللي أنا متخيلها والله لما بعمل الفيديوهات دي ببقى نفسي أن كل حاجة بقولها حد تاني يكررها ويعمل نفس الموضوع يحقق نفس النتيجة لأن أنا طبيعتي أن أنا بفرح بأن حد تاني ينجح معايا دي حاجة حلوة جدا أو ينجح بسبب حاجة أنا قلتها دي من أحلى يعني أحلى شعور أنا بحس بيه بحس أن أنا فعلا بعمل محتوى مفيد زي ما بيقوله وليه إيمة الإيمة بتاعته جاية من جاية من تعب طبعا أو البحث بتاعي أو التجربة بس جاية كمان من الناس اللي بيكرروا التجربة وبيمشوا على نفس الخطط دي وبيحققوا حاجة أنا مخصوص بيجي جدا وفرحان بيجي جدا تعليقاتك ورسائلك بتفرق كتير معايا لما حد بيقول لي أنا تغيرت بسببك أو أنا بدأت بسببك أو أنا بقالي سنة بعمل دكتوراه بسببك أنا في حد مرة بقعت لي قال لي أنا بدأت أحضر ماجستري ودكتوراه بعد الأربعين أو تقريبا بعد الخمسين بسببي بسبب حلقة شافها فدي أنتوا تخيلين بقى الإحساس أن أنا المحتوى بتاعي بيعمل كده فليه لا أنا مغزق همد رجلي بس عشان الواحد ما نمتش كويس المهمة كنت أكلمكم في أول حلقة عن عن دي ده كده دي حاجة لو فاكرين كان عند أنا ستارة هنا كنت سريقها من أول بنتي فيها نجوم وحاجات كده توينكل توينكل لتل ستار فجبت البلاك أوت دي يعني دلوقتي أنا بس بصور بالنهار بس زي ما إنتوا شايفين ما فيش أي الإضاءة مش داخلة خالص لو تفتكروا كان فيه إضاءة بتخش هنا كانت سعب بتبوز يعني الإضاءة لأنش عندنا هنا في نفس اليوم تبقى شمس وبعد كده تبقى سحاب وبعد كده تمطر فكل ده كان بيفرق في علوان الفيديو دلوقتي الإضاءة سبتة هي الإضاءة اللي ورايها ديت ما فيش أي مصدر تاني إلا الإضاءة دي ودي فيها واحدة هنا كبيرة وفيها واحدة هنا وفي الاتنين دول واحدة هنا بس دولة مصدر الإضاءة أتمنى تعمل تحسن في الموضوع يعني المهم كنت تكلمت على كنت عملت كام شورت كده على إجابات يعني إجابات لأسئلة بتاعت ناس على تويتر فياريت تابعني على تويتر ودخل اكتب السؤال بتاعك لأنها باخد الأسئلة من هناك لو لك سؤال اكتبه على تويتر تعليق على أي تويت وأنا هعمل فيديو لك بإسمك مش موضوع بإسمك بس بس أن أنا هجاوبك في فيديو على الموضوع فياريت ياريت لو عندك سؤال ادخل على تويتر هتلاقيه في وصف الفيديو وأنا هسيبه برضو في أول تعليق عشان لو محتاجينه وبس يعني ياريت لو عندك أي سؤال أنا أنا ما بتوصلش انبوكس خالص أنا بالنسبة التواصل على الانبوكس عندي صعب شوية لأن عندي شغل وعندي القناة وعندي 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 حساب تويتر بتابع عليه وكذا حاجة سوشيال ميديا وفي كم مشروع كذا شغال عليهم ففي قسم يعني لو أنت عايزني أتابع معاك لفترة لفترة طويلة أو عندك استشارة عايزة تاخد وقت ففي حاجة زي استشارات مدفوعة ودي أنا بعملها وقدر أتابع معاك ساعتها هنعمل فيديوهات لايف أو نجاوب على أسيرتك وعلى زوم بس غير كده مش هقدر فأنت يا ريت لو عندك أي سؤال سريع كده ادخل على تويتر هتلاقي اللينك في فصف الفيديو وكتب السؤال بتاعك على أي تويت وأنا إن شاء الله هجاوب عليه في فيديو لوحده بالنسبة للدعم القناة هتلاقي اللينك التاعها في برضو في وصف الفيديو نكتب دعم القناة على على يوتيوب اشترك فيه ده دي هتوصل لك حاجات زي موضوع اللي هي زي الشرط المدفوعة كده تقدر تحدد معايا معاد أو تتفرج على أو عملك فيديو لايف أو يبقى عندنا مقابلة زوم بيني وبينك بحد أقصى يعني طبعا بس هتعرف كل المعلومات جوة اللي بتاعي أنا أنا آسل جدا للناس كلها اللي عايزة تتواصل معايا بس ما فيش وقت ما فيش وقت ولازم لازم الوقت يبقى له يبقى له إيمة شوية أنا بحاولة ساعة بقدر الإمكان في الفيديوهات دي وبحاولة ساعة بقدر الإمكان في حسابات زي تويتر وعلى السوشيال ميديا فلو عندك أي حاجة سريعة يريد تكتبها في تعليق وأنا هرد عليك بإذن الله بس لو عندك حاجة هتاخد أكتر من نص ساعة إجابة أو شرح فالوقت لازم يبقى له بالنسبة لي يبقى له عائد لأنه ده شغل الوحيد فأشوفكم على خير ومتشكر قوي عن أنت تابعته وتفرجت الآخر يريد توصل الفيديو ويعني سلام